اشتركوا في القناة والسلم الدولي ومبادرات حضارية رفعة لخدمة الإنسانية بقيادة جلالة الملك المفدى مشيدا فخامته بجهود صاحب السمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حافظه الله في تعزيز مسارات التعاون البحريني الباكستاني وتطوير العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات ومؤكدا حرص بلاده على الارتقاء بسبل التعاون المشترك في المجال الاقتصادي والاستثماري وبما يعود بالنفع والخير على البلدين والشعبين الصديقين عبر الرؤى المشتركة والأهداف الرفعة جاء ذلك خلال استقبال فخامته صاباح اليوم بالعاصمة الباكستانية معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب والوفد النيابي بمناسبة الزيارة الرسمية والتي تأتي تلبية لدعوة رسمية من معالي رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق البرلماني البحريني الباكستاني هذا وقد تشرفت معالي رئيسة مجلس النواب بنقل تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدة وتحيات صاحب السمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء إلى رئيس الوزراء الباكستاني معرب معاليها عن تقدير مملكة البحرين المواقف الداعمة لجمهورية باكستان الإسلامية والحرص على التعاون المشترك في كافة المجالات والمسارات ومواجهة خطر الإرهاب وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة مؤكدة معاليها تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية المشتركة في المحافل الدولية وتنسيق المواقف لدعم قضايا البلدين والقضايا الإسلامية والإنسانية